مرحبا برج السرطان اهلا بكم في قراءة من طفل شهر الى نهايته هذه القراءة اصلح للطالع والشمسي وايضا القمري واي من الكواكب موجودين عندكم في برج السرطان اول شي رح نبتدي بقراءة تخص الاموال والاعمال ومن بعدها ننتقل للقراءة العاطفية باسلوب المرايا خلنا نشوف المال والاعمال برج السرطان ثلاثة كرتات ثلاثة السيور نوع من الراف نوع من عدم اتمام الامور في شي عندك من ناحية الاموال والاعمال ما رح يتم وراها هني كرت الرجل المعلق برج الحوت اللي قاعدة اتشوفه برج السرطان انه اما رح يكون عندكم نوع من خسارة للوظيفة او عدم تثبيت في وظيفة معينة او تقدمون على وظيفة وما تحصلون تنتظرون وايد ما تحصلون منها على رد ولوقتها الرد ما احس انها رح يكون موافقة رح يكون مثلا في احسن حالاتها انت مطلوب يا برج السرطان من اجل فترة تدريب ستة شهور بعد الستة شهور رح نقرر اذا نرغب في توظيفك نستطيع ان نوظفك ولا لا لان هنا مورف بسبب قدراتك او شهادتك وانما الاماكن اللي تقدم عليهم في عندهم طاقة اكتفاء امتلاء او يمكن حتى زيادة زيادة العدد عندهم زيادة العدد فانت هناك انما تنوضع على قائمة الانتظار سواء قائمة انتظار من اجل موافقة مشروع قائمة انتظار عشان الوظيفة ممكن حتى قائمة انتظار في الطيارة العبوا في الطاقة وراها ثوان الخماسيات شوف برج السرطان رح يكون وقت جدا ممتاز جدا جدا ممتاز ان انت في الفترة القادمة تبتدي تتوسع لان هنا اشوفك تسحب تركيزك من الاماكن القريبة اللي تقدم عليها او تسعى اليها اذا انت مثلا تسعى ان انت تفتح محل تجاري في دولتك او في محافظتك فهنا الطاقة قاعدة تشجعك ان انت تخرج تهاجر تذهب الى محافظة ثانية تتوجه الى حتى نوع من الشركات مختلف او تقدم على نوعية وظائف مختلفة اذا كنت تقدم على محاسبة فهنا مطلب منك ان انت تقدم في مثلا المبيعات اوكي هنا اشوف عمل خلف الكواليس احتمال ان هنا طبيعة العمل القادم في طريقك رح يكون المونيترينج المونيترينج اللي هو التحكم عن بعد الادارة عن بعد الاستشارة عن بعد ممكن حتى ان انت تدير حسابات تدير حسابات ولكن مثلا ليش يقول لكم الطاقة جديد انت قدمت على شركات معينة ان تكون عندهم محاسب ما رح يصير او رح يتعسر رح يتأخر هذا الشي اللي رح يأتي في طريقك كبديل افضل حاليا ان انت تعمل في شركة محاسبة عامة شركة تدقيق عالمية هذه الوظائف رح تكون مفتوحة رح تكون مستقبلة اكثر لطاقتك بوجه السرطان اوكي هاي النوع من الوظائف لان هذين الاشخاص اللي هم يديرون حسابات او يدققون على حسابات كل الشركات اللي انت في السابق دققت عليها اوكي مثلا لو نتكلم عن موضوع ثاني موضوع ان انت تريد ان تستورد اقمشة محليا من الشركات المحلية الموجودة فهني اللي رح يصير انه ما رح تستطيع تحصل على تعاون سهل من هذين الاشخاص المحليين ولكن عالميا اذا تواصلت مع الشركة المورد الاساسي رح تشوف فيه تجاوب اسرع تجاوب افضل بعد فترة بسبب خبرتك مع هذين الاشخاص العالميين اللي يختصون باكثر من دولة اكثر من ريجن حتى هذين بسبب خبرتك معهم وعملك معهم لفترة طويلة بعدين تستطيع ان تحصل على عمل محلي اكثر اذا انت ترغب في هذا الشي طاقتك تعدد شجعك للعالمية تعدد شجعك للشركات العالمية اللي لها فرق في اكثر من دولة وتبعدك عن الشركات شوي المحلية الحكومية الخاصة هنا انا اشوف في طاقة احزاب يمكن انت موجود في عمل وهذا العمل محلي او يختص بدولة معينة فهني في نوع من الاحزاب فريق ضد فريق اصدقاء هذا الفريق ضد اصدقاء هذاك المدير ولكن هاي النوع من الشركات العالمية رح تحتاج للخبرة معاهم لان خبرتهم مجدية لان ما فيها طاقة المناصب والواسطات والديكتاتورية وحزب معين الكل سواسية حتى يثبتون جدارتهم اوكي رح تستطيع ان تثبت جدارتك وتصقل مواهبك اكثر في هذه الاماكن اخر كرت من اجل الحياة العملية ولكن شوف تحت الكرتات عندنا ثمانية الاكواب كرت الرحيل يمكن رح يكون مطلوب منك ان انت تنتقل تنتقل تغير مكان عملك المفضل اليك يمكن انت حاليا تعمل مع زملاء تحبهم مع اشخاص تعرفهم زبائنك حتى معتادين فهني في نوع من الانتقال الابتعاد عنهم اوكي ملكة السيوف اوقات وايد في الحياة نضطر نختار القلب ام العقل في موقف مثل هذه المواقف رح اقول لك ليش مو بس لان انا منحازة لملكة السيوف احنا بطدينا بكرت السيوف اذا اعتمدنا والقلب اللي هو القلب اللي تأثر السيوف ما تأثرت اوكي اذا اخترنا بقلبنا يا برج السرطان اذا اخترنا في الفترة القادمة باحساسنا حتى اهني رح نعاني من مشاكل اهني رح ندفع ثمن احنا ابرياء ليش ندفعه احنا ما سببنا هاي نوعية تشوف اهني في منثالتي عقلية معتقدات بيئة عمل مو من صالحك وانت ما خلقتها وانت ما تتفق معاها فليش تعيش فيها لانهني كأنما القلب اللي رح في الفترة القادمة في حياتك العملية قلبك اللي رح يضرر ولكن عقلك جهودك اوكي ممارساتك ايه اللي راح تظهر اهني هذا الكرت ينبهك ان انت تختار القلب ام العقل يا برج السرطان اوكي ان اظل في مكاني المريح المألوف اللي اعرف فيه الناس اعرف فيه الزبائن اعرف فيه الموظفين وان كان مو كامل مو مثالي ولكن على الاقل مكان مألوف او تكون بايونير رائد في مجالك هذلين الاشخاص الشركة اللي تعمل فيها او الفرصة اللي تقبل عليها فيها اشخاص من جنسيات مختلفة جنسيات مختلفة وعندهم الجميع سواسية فيها كذا اجتماع لكذا جنسية كذا عرق حتى حتى العرق مختلف اوكي فتستطيع هنا ان انت تثبت جدارتك بعيد عن اني استخدم شكلي استخدم اسلوبي استخدم جمالي استخدم حتى لطافة الحليل ما حد يهمه كل هذه الاشياء هم هم جودة العمل راح تكون رائد يعني بعد فترة شوف ان اذا اتعاملت مع هذه الشركات راح تكون رائد في مجالك راح تكون قائد راح تكون في المقدمة دائما انت في المقدمة متقدم عن هذلين الاشخاص اللي تضطر انه تخلفهم ورائك و لكن في ثمن الثمن هو التغيير يمكن التغيير لانت تحاول تتجنبه و راح اسحب الحين كرت اخير للنصيحة من الوريكل كارت راح ندنا هنا كرت سبيرتول تيتر سبيرتول تيتر سبيرتول تيتر سبيرتول تيتر سبيرتول تيتر احز هذا الكرت يعني لقراءتكم العملية برج لما تلاحظوا الصورة هنا يتكلم عن سبيرتول تيتر هو المعلم الروحي المنتر القائد الروحي و اذا بتشوف من ناحية الرموز فيها رموز اكثر من دين اكثر من ديانة اكثر من معتقدات مجتمعة انا شكتلك هنا قبل ما يطلع هذا الكرت اجتماع ابحث عن المكان ابحث عن مظيفة ابحث عن التجارة حتى اللي راح تعطيك اكسس ودخول الى اكثر من شخص من اكثر من دولة في هذا الموضوع راح يكون مصلحتك اما اذا بقيت مثلا في دولة يغلبها او بقيت في شركة يغلبها طابع يغلبها جنسية معينة يغلبها دين معين حتى وان كان دينك ما فيها تنوع كثير ما راح تقدر تخرج افضل طاقاتك في الفترة القادمة هذا الرسالة لك اوكي ابحث عن الشركة اللي فيها الاشقر فيها المسيحي فيها المسلم فيها البوذي فيها الصيني فيها الكل وكل سواسية وكل واحد يكافأ على جهده ليس على الجنسية اللي اتم منها هذه طاقتك العملية برج السرطان انا بالنسبة لي احب هاي نوع من الطاقات لانه ما فيها محسوبية يؤخر من البشر الرداء المريح اللي متعودين عليه رداء المحتوبية انا اعرف المدير المدير يتكلم نفس لغتي اوكي ما في هذا الشي خلا نشوف الحين القراءة العطفية باسلوب المرايا برج السرطان انت بتكون على جانب الحبيبة والشريك على جانب المقابل ولكن ممكن تكون عكسية اختار الجانب اللي ناسبك اثناء التأمل لقراءتكم حسيت هنا ان فيه شخص يريد ان يحصل على اهتمامك عن طريق استفزازك ما يعرف يحبك بطريقة صحية يعني لما يحبك او يشتاقلك ما يرفع السماعة و يسأل او يدوس على نفسه و يسأل لا يظهر حبه بطريقة استفزاز بطريقة عتاب بطريقة ابدا مطابعية خلا نشوف برج السرطان لكن يفتقدك حاليا هذا الجفز عشرة السيوف احسين هذا الانتهاء انت انت برج السرطان انت اللي راح تنهي املك هذا هنا انقطاع الامل فيه شخص في الجهة المقابلة المقابلة قطعت او ستقطع الامل منه تشيله من قلبك من عقلك من مخيلتك و ان كان سببلك نوع من الجرح او خيبة الامل و ان كنت لازل تتمنى ان الامور تمشي بينكو ولكن هنا احس برج السرطان قاعد بينه وبين نفسه و يقول حال الوقت لانضي القدما فيه علاقة هني اخذت اكثر من وقتها اكثر من حجمها هذا كلامك مو كلامك خلا نشوف نهاية طلاق موت احد من المقربين سبعة السيوف ما من طبيعتك الانسحاب مو انسحاب هذا برج السرطان انت راح تهجر اوكي راح يكون فيه هجران لشخص مقدرك هو الذات بطريقة انت ردك على اذيته من ناحية الامل انتهجر تنسحب من حياته ما تعطيه فرص تانية سبعة الخماسيات وثلاثة الاكواب راح تتعرض الموقف يا برج السرطان ان انت ترى هذا الشخص اللي كان دائما صعب معاه يكون سهل ومرن وليل مع اشخاص تانين يضحك معاهم ولكن لما يكون عنده طاقة عصبية او استفزاز يأتي بطاقة لك انت انت عارف ان هاي الدراكية مو مريحة سبعة الخماسيات في السابق انتظرت كثيرا انت اللي كنت تشوف العلاقة قائمة لحد الان بسبب تضحياتك برج السرطان مو بسبب مبادرات هذا الشخص تجاهك لما انت كنت موجود العلاقة ما بتكون ان وجدت اساسا مستند عليك على قوتك على صلابتك على ظهرك هذه العلاقة فالشيء الوحيد اللي ابي انا بهك له انه محتاج تعرف قيمتك اكثر في هاي العلاقة محتاج تفهم ماذا تضيف انت الى هذا الشخص احزهني يعني قاعدة اشوف انه كأنما احنا في حفلة انتخابية برج السرطان هو الشخص اللي دائما كان يصاند الشريك في حفلة الانتخابية امام الناس من ناحية البرستيج الاجتماعي انت موجود عشانه اوكي تحرص ان المنزل يكون باحسن شكل الابناء يلبسون احسن ملابس اوكي تحرص ان الابناء في المدرسة يكونون متفوقين العلاقة ثقنها العمود الفقري هو انت يا برج السرطان ولكن هل اوشك صبرك على النفال لان اشوفك هني حامل نفسك ورايح مكان ثاني هل انت مجرد اتمثل الزعل تريد منه ان يتصرف يتصرف الطريقة احسن تريد منه ان يعدل من اخلاق تجاهك تحسن هني خص الاخلاق العصبية الاخلاق او انت فعلا مقرر ان هني النهاية نهاية ان تأخذ نفسك لان هني تعرفون قصة بيج ايز راح اعطيكم مثال لها الطاقة بيج ايز هو فنانة اتوقع كانت في كاليفورنيا في امريكا كانت ترسم نوع رسماتها تسمى البيج ايز ترسم بالعادة اطفال او اشخاص وجوههم شوي كركتير لكن بصمتها تنعرف عن طريق ترسم عيون جدا مدورة كبيرة يسمونها بيج ايز ولكن لفترة طويلة طويلة جدا كان زوجها هو المشهور في كاليفورنيا كان يلتقي هو بالفنانين هو بالمشاهر لفترة طويلة كان زوجها يخفي جهودها وكان يظهر امام العلن على اساس انه هو اللي يرسم هذه الرسمات ابدا ما حتفكر ان هاي الانسان يوم من الايام رح تحمل نفسها وتمشي وتخبر العالم بحقيقة الوضع ان ترى انا اللي ارسم رسمات بيج ايز وهذه رسمات جدا مشهورة اوكي فجهودك جدا ضخمة ولكن في شخصة هنا ممكن يكون الشريك نفسه ممكن يكون احد من احل الشريك احد من جانب الشريك وهو اللي قاعد امام الناس امام العلن مخلي كل جهودك اوكي مخفية ويأخذ الكردت لنفسه يأخذ الجهود يقول انا اللي سويت انا اللي درست انا اللي ضحيت مثلا ام الشريك اخت الشريك ممكن انت تعرفون وضعكم اوكي ولكن اهني ليش هذا الانسحاب اقول لك ليش لان حتى هذه الفنانة اللي كانت ترسم يوم من الايام استيقظ زوجها وشافها مو موجودة ما عاتتها فرصة يبرر ما عاتتها فرصة لانهني هي تعرف حقيقة الوضع هذا الشخص ما يحبني او هذا الشخص ما يقدرني فما في اشخاص ما ينفع نعطيهم فرصة لان اذا عطيناهم فرصة رح مجرد نعطيهم وقت يرتبون فيه امورهم واعذارهم ومبرراتهم امام الناس امام القانون عشان شدي احنا دائما نقول نتغدى فيهم قبل ما يتعشون فينا مهما كان هذا الشخص اللي مسبب لك هذا النوع من انه يسرق يسرق هذا السارق يسرق جهودك انت تزرع في النهار وبعدين تروح يتنام في الليل في الليل هو يأتي الى بيتك يسرق جهودك خصوصا في العلن امام الناس نبين نفسه انه هو صاحب الجهود اوكي خلا نشوف احين جانب الشرك اوكي خلاص اكتمل العدد اول كرطة عندنا ملكة السيوف شركة لك برج السرطان هذا الاشخاص اذا واجهت اوكي رح تشوف منه رد جدا جميل رح تشوف منه طاقة جدا غير متعود عليها طاقة التعاون رح يظهر انه بالعكس رح يكون سريع في ان يعترف في اغلاطه في ان يعتذر منك ولكن حقيقة الوضع حقيقة الوضع رح يكون ان انت مجرد عطيت المزيد من الوقت عشان يرتب اموره القانونية هي سيف القانونية ويرتب القصة اللي رح يخبر فيها المجتمع اوكي امام الناس ما رح فعلا يصلح غلطته ما رح فعلا يتعدل ممكن هذي تكون طاقة اخت لشريكك صديق لشريكك انت اللي تعرف طاقة من هذي ولكن شريكك احس ان ابتدى ينتبه ابتدى يصير عنده وعي لحقيقة الوضع انزيل يمكن صارلك فترة طويلة ببرج السرطان تحاول جنبه شريكك ما كان يصدق على هذا الشخص ابدا ما يصدق عليه مهما قلت له فهني اختمال شخص تاني من برج هوائي وهو اللي هالمرة ينطق خذ الحكمة من افواه المجانين هو اللي هذي المرة ينصفك في انصاف حقك قادم في الفترة القادمة متعودين على ديناميكية ان مثلا نفرض اذا كانت بالاسامي دائما فلانة تاخد جهود فلانة وتنسبها لنفسها هنا في شخص محايد رح يظهر في الديناميكية ويقول لا امام الناس يحرج فلانة ويقول لا برج السرطان هو اللي اجتهد برج السرطان هو اللي درس برج السرطان هو اللي ضحى كرت العالم ملكة السيوف كرت العالم اربعة الاكواب اربعة الاكواب هي لحظة تشوف للامانة في الفترة القادمة او المستقبل القريب احس ان شركك رح يكون عاجز انا قلت لك بصير عنده وعي نعم وعي يعني بينه وبين نفسه عارف من الصح من الغلط ولكن هذا مو معنى انه رح يأخذ موقف هذا عدم قدرته على اتخاذ موقف اوكي عدم قدرته انه يكون قوي من اجلك محتاج انت في الفترة القادمة رح تحتاجه انه يكون الى صفك ما رح يستطيع العالم على الاقل ال public recognition رح يكون الى جانبك public recognition بالعربي الاعتراف العلني بجهودك رح يطلع امام الناس رح يطلع تشوف مهما كان الشي اللي انت صاير في العلاقة مع الشريط اوكي امام الناس في الفترة القادمة رح يكون في انصاف بحقك اوكي عندك شخص هني عاجز ضعيف نفسيا مو جسديا يمكن حتى كان عندكم مشكلة في الحمل مشكلة في اتمام الزواج بسبب ضعفه بسبب عدم قدرته على المواجهة فهني رح يكون في انصاف بحقك مو من جانب الشريك من جانب على الاقل المجتمع من جانب الاهل انه فيه اشخاص رح يلتقون فيك برج السرطان يقولون برج السرطان لم اخبرك بهذا من قبل ولكن انت سويت كل اللي عليك انت سويت واجبك وزيادة زيادة انت في مرحلة زيادة اوكي هذا امام الناس احسيني دائما ابتدينا بمثال الحفلة الانتخابية وانتهينا بمثال امام الناس فاحتمال ان هذا الموقف او لحظة ادراك الاخرين لجهودك واعترافهم بجهودك رح تكون في الفترة القادمة امام الناس مو في الخفاء شي كار في الخفاء بس رح يذهب الى الانتخابة